التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة موجز اخباري جديد مع منا الشراوي شكرا حسام التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إدانة مصر حكومة وشعبا للعمل الإرهابي الذي استهدف أراضي دولة الإمارات الشقيقة من قبل ميليشيات الحوتي وخلال اتصال هاتفي بالشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ضبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية تقدم الرئيس السيسي بتعازيه إلى بن زايد في ضحايا الهجوم الغادري الذي وقع بالقرب من مطار أبو ضبي الدولي مؤكدا دعم وتضامن مصر مع الإمارات ما تتخذه من خطوات وإجراءات من أجل الدفاع عن أراضيها وسلامة مواطنيها من الشعب الإماراتي الشقيق وشدد الرئيس السيسي على ارتباط أمن واستقرار دولة الإمارات بالأمن القومي المصري وذلك امتدادا للعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه وذلك خلال استعراضه مشروع ميزانية العام المالي المقبل 2022-2023 مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية وعدد من المسؤولين ووجه الرئيس السيسي بزيادة الحافظ الإضافي لكل من المخطبين وغير المخطبين بتكلفة 18 مليار جنيه وإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات واعتماد حافظ إضافي لتطوير المعلمين يصل إلى 3 مليارات و100 ألف جنيه وفي اجتماع آخر مع مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ورئيسي مجلسي إدارة شركة النصر للكموية الوسيطة وشركة PIL للضماضات الطبية وجه الرئيس السيسي بمضاعفة القدرة الإنتاجية المقترحة لمشروع إنشاء مصنع الضماضات الطبية عالية الجودة بما يساعد لاحقا على التصدير للخارج ووجه الرئيس بتدقيق كافة التفاصيل الخاصة بمشروع إنشاء مجمع صناعي ضخم في العين السخنة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية وذلك بالتعاون مع الشراكة الأجنبية العريقة في هذا الإطار وباعتباره إضافة جديدة لمنظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي والتي تعد من أهم المدخلات والمستدزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي بما يساعد في تلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية في مصر أمر النائب العام بإحالة خمسة متهمين محبوسين لمحكمة الجنايات في قضية وفاة طالبة بسانت بكفر الزياد ووجهت النيابة العامة للمذكورين تهمة الإتجار بالبشر باستغلالهم ضعف المجني عليها وتهديداتهم بنشر صور مخلة منسوبة لها أعلنت وزارة الصحة خروج 1399 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 336 ألفا وثمان وعشرين حالة وفي بيانها اليومي أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1303 حالات إيجابية جديدة وست وعشرين حالة وفاة أعلن التحالف العربي تنفيذ ضربات جوية ضد معاقلة ومعسكرات تابعة لقوة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء وقال التحالف إن العملية تأتي استجابة للتهديدات المستمرة ولحماية المدنيين والأعيان المدنية كان التحالف العربي قد أعلن إطلاق عملية عسكرية واسعة على أهداف لقوة الحوثي بعد ساعات من استهداف منشآت مدنية في الإمارات والسعودية أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز على تطابق وجهات النظر مع الجانب الروسي حول الدور المهم للمجتمع الدولي وعملية برلين لمساندة الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو السلام والازدهار وذلك من خلال عملية شاملة بقيادة ليبيا وخلال لقائها مع نائب وزير الخارجية الروسي سارجي فيرنشن أوضحت ويليامز أن مشاوراتها الموسعة مع فيرنشن تناولت التحديات التي تواجه العملية الانتخابية في ليبيا وأهمية الحفاظ على الاستقرار في جميع أنحاء البلاد ورياضيا يلتقي المنتخب الوطني نظيره السوداني التاسعة مساء اليوم في لقاء الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون وأدى المنتخب المصري تدريبه الأخير في سادة ستي ونصف مساء الأمس بتوقيت الكاميرون على ملعب الجيش استعدادا للقاء السودان نهاية مجز التاسعة عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل